وصلت الآن عدد المساعدات الإغاثية والإنسانية حتى الآن ما تم إرساله حتى الآن في المرحلة الأولى 14 طائرة كل طائرة تحتوي ما بين 30 إلى 40 طن من المواد والمساعدات التي تركز على هذه المرحلة مرحلة دخل الإنساني العاجل أو مرحلة طارئة وهي تركز على القطاع التالي أولا الأمن الغذائي، القطاع الإيواء، القطاع الصحة والمساعدات الطبية هذه المساعدات توزعت في أكثر من منطقة جزء كبير منها ذهب إلى الداخل السوري شمال غرب سوريا بواقع الأمس واليوم دخلت 44 شاحنة تحمل تقريبا 300 طن من الفحم وكذلك حوالي 50 ألف خيمة وحوالي 50 ألف كذلك من فرش وبسط وبطانيات كلها تستهدف شمال غرب سوريا، توزع في 20 تقريبا نقطة توزيع في نفس الوقت ذهبت كمية كبرى لمناطق المتضررة في الداخل التركي سواء كانت كهرمان مرعش أو غازع انتاب أو أنطيكة كلها توزعت عليها بشكل عادل ومتساوي كذلك لا ننسى الطائرات التي نزلت في مطار حلبة سلمت للهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر السوري يقوم على توزيعها مع شركانة الذين نفق فيهم وعملنا مركز معهم موسيقى